الجميل هنا ان هو جايب لك الدروس اللي مش موجودة حتى في الكتاب بتاع الوزارة لان المفروض الدروس دي بتتاخد في الفصل فمش مكتوبة في كتاب الوزارة هنا جايبها لك علشان حتى لو مروحتش المدرسة او مروحتش الفصل لأي سبب من الاسباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة الكتب الخارجية الترم التاني عشرين واحد وعشرين جالنا مجموعة من الكتب من سلاح التلميذ كتب جميلة جدا من سنة اولة ابتدائي لحد ستة ابتدائي النهاردة هنرجع للكتب دي ونشوف المميزات الخاصة بيها ونستعرضها من جوه كمان ونشوف المحتوى الخاص بيها شكله عامل ازاي اتمنى ان انتوا تستفادوا من الفيديو ده علشان في ناس كتير او بتبقى عايزة تشوف الكتب قبل ما تشتريها النهاردة هنقدر نشوف الكتب دي ونشوف المحتوى بتاعها شكله عامل ازاي يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اول حاجة بكتب سنة اولة ابتدائي سلاح التلميذ منزل مجموعة جميلة اوي من الكتب خاصة باولة ابتدائي طبعا اول حاجة عندنا كتاب كوننكت هما ما بينزلوش كوننكت بلس هما بينزلو كوننكت بس ده كتاب كوننكت الترم التاني عشرين واحد وعشرين زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا الكتاب بيبتدي من يونت 10 او من الوحدة العشرة وبينتهي بيونت 17 او الوحدة 17 الكتاب جميل جدا من جوه عايزين نشوف المحتوى بتاعه وعامل ازاي هنا اول حاجة بيقولنا ان هو فيه عندهم برنامج اسمه تطبيق سلاح التلميذ طبعا هو مبني على فكرة الQR كود او الاكواد بتاعت الQR الموجودة على جنب كل درس لما تنزل البرنامج ده هتقدر تفتح بيها الQR كود او الQR كود ده ونقدر نشوف المحتوى بتاع الدرس لو ليه اي حاجة متسجلة صوت او صورة نقدر نشوفها بمنتهى السهولة فده تطبيق جميل جدا وده التطبيق الخاص بسلاح التلميذ بيقولنا هنا كمان كلمة كده لو ليه الامر بحيث ان انت لو بتذاكر لابنك او بنتك تقدر تقرأ التليل ده هيعرفك ازاي تذاكر لهم ويتقسم المذاكرة معاهم بشكل سليم وبيوريلك كمان كيفية استخدام الكتاب وحتى المقاطع الصوتية اللي ممكن بنحتاج فيها بعض الشرح السيلابلز او المقاطع الصوتية ازاي بنقسم الكلمات لمقاطع صوتية احنا اتكلمنا عن الكلام ده طبعا وشرحينه بالتفصيل على قناة فلاش التعالمية هنا بيدينا فكرة ازاي نعمل تقسيم للمقاطع الصوتية او السيلابلز وازاي ننتقل الكلمات بشكل سليم بيدينا كمان مساحة نعلم ولادنا ازاي يكتبوا ومساحة يكتبوا فيها وتخليهم يتدربوا على الكتابة بشكل سليم وفيه صور كمان ملونة للتوضيح الكتاب صراحة جميل جدا والكلمات الموجودة فيه كمان مترجمة ادي الكيو ار كود الخاصة بالدرس ده مثلا بعد ما بتنزل التطبيق بتجيب الكاميرا بتاعة الموبايل على الكيو ار كود ده وانت فاتح التطبيق لو فيه اي مقطع صوتي موجود على التطبيق بيفتحه لك وبيخليك تسمع الكلام اللي متسجل لو فيه حاجة مصورة بتشوفها كمان بشكل سليم اول الكتاب كويس جدا زي ما احنا شايفين قدامنا ويهي ادي الكلمات طبعا مدهالك ومصنفها قدامك ويهي ادي كمان بنيدي لك مساحة لانت تتدرب فيها على الكتابة وبيوري لك ازاي تعمل ميكسنج للكالرز او ازاي تخلط الالوان وهيطلع معاك ايه لما تخلط كل لون مع التاني هنا عندك مثلا اماكن كتير قوي تكتب فيها وتوصل فيها انت مش محتاج لأي حاجة خالص مع الكتاب ده غير قلم وان انت تعد تكتب وتحل لان فيه تدريبات كتيرة وشارح لك كمان ادي الجرامر ادي فيرب تو بي او فعل يكون وازاي شارحو لك فهو شارح لك كل حاجة كتاب جميل جدا زي ما قلنا وده كنكت الترم التاني سنة اولى ابتدائي والكتاب ده طبعا كتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا سلاح التلميذ غني عن التعريف اما بعد كده نروح للغة العربية سلاح التلميذ سنة اولى ابتدائي الترم التاني طبعا يعني بدون منازع انا برشح سلاح التلميذ للغة العربية طبعا في كل المراحل الدراسية مش في سنة اولى ابتدائي بس هو غني عن التعريف انا بجيب لولادي كمان منه كتاب جميل جدا هنا طبعا منهج اللغة العربية الجديد الخاص بالسنة اولى ابتدائي وهو هنا بيوضح لنا حتى مكتوب هنا تواصل الصف الاول الابتدائي الفصل الدراسي التاني 2021 دليل وليه الامر الجميل هنا ان هو جايب لك الدروس اللي مش موجودة حتى في الكتاب بتاع الوزارة لان المفروض الدروس دي بتتاخد في الفصل فمش مكتوبة في كتاب الوزارة هنا جايبها لك علشان حتى لو مروحتش المدرسة او مروحتش الفصل لأي سبب من الاسباب تلاقي الدروس مكتوبة هنا فتقدر ترجع لها بمنتهى السهولة وكمان مدي لك تدريبات كتيرة جدا هو بصراحة غني عن التعريف بالذات في اللغة العربية سلاح التلميذ اقوى كتاب في اللغة العربية انا شفته الغد الوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا وكمان بيدي لك القواعد النحوية كلها وبيدي لك عليها تدريبات كتير زي ما احنا شايفين قدامنا وبيدي لك التشكيل يعني انا شايف ان هو ممتاز ويمكن اكتر من ممتاز كمان فهو في كل حاجة حتى الدروس اللي مش موجودة في الكتاب بتاع المدرسة موجودة هنا ومكتوبة ومشروحة قواعد النحوية موجودة ومشروحة مساحة تكتب فيها وانضرب نفسنا على الكتابة موجودة وكمان هتلاقي فيه اسئلة كتيرة تقدر على كل درس تحلها كتاب فوق الممتاز زي ما احنا شايفين قدامنا وكمان اجمل حاجة في اخر الكتاب هتلاقي فيه اجابات استرشادية لانشطة الكتاب اجابات نموذجية تقدر تذاكر لابنك وبنتك من غير ما تحتاج لمدرس خصوصي وتراجع الاجابة كمان تشوف الاجابة بتاعتك صح ولا غلط الكتاب اكتر من رائع بصراحة بعدين نروح للرياضيات الخاصة بسنة اولى ابتدائي هم بينزلوا رياضيات او حساب ما بينزلوش ما فاندهم كتاب الرياضيات طبعا انا زي ما شايف قدامي دلوقتي هو كتاب جميل جدا هو طبعا ده الكتاب الخاص بالمدارس العربي والمدارس الحكومية فهو كتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا وفي تدريبات كتيرة جدا وشرح الموضوع باكتر من شكل وشرحولك باكتر من طريقة ومديك امثلة على كل الجوانب الخاصة بكل درس يعني بصراحة كتاب فوق الممتاز هو زي ما قلنا ده كتاب الرياضيات هم بينزلوش ماذ لان هم بيدوا رياضيات بس اللي هي خاصة بالمدارس الحكومية والمدارس العربي زي ما احنا شايفين قدامنا وكمان الورق والطباعة جميلة جدا وده كتاب الرياضيات الخاص باولة ابتدائي طبعا الكتب الخاصة بسلحة تلميذ معروفة عنها ان هي مش غالية واسعارها في متناوى للجميع دي كتب اولة ابتدائي تعالوا نشوف الكتب الخاصة بسنة تانية ابتدائي انا عندنا هنا نسخة من كونكت سنة تانية ابتدائي الترم التاني عشرين واحد وعشرين زي ما شفنا من شوية في كونكت اولة ابتدائي ده كونكت تانية ابتدائي اول حاجة طبعا بيدينا تنويه عن الابليكيشن او التطبيق بتاعهم اللي هو سلاح التلميذ والكيو ار كود اللي هو احنا مقدر نستخدمه الخاص بكل درس طبعا المنهج الخاص بتانية ابتدائي بيبدأ بيونت سيفن او بالوحدة السابعة وزي ما احنا شايفين قدامنا القطع مكتوبة ومترجمة بشكل جميل بحيث ان احنا نقدر نزاكل لولدنا بسهولة من غير ما نحتاج لأي مساعدة خارجية او مدرس خصوصي هنا ادي الكيو ار كود زي ما قلنا من شوية مليان تطبيقات في مساحة نعلم ولادنا ازاي تكتب ازاي اعملوا او يختاروا ازاي نقدر نخليهم يتضربوا على الكتابة بشكل سليم شارح القواعد بشكل سليم ازاي لما بنغلي الحاجة بيبقى جاز او غاز ازاي لما بنعملها تبريد بتبقى ازاي لما بنعملها تبريد كمان بتبقى حاجات جميلة جدا موجودة عندنا في المنهج ومشروحة هنا بمنتهل سهولة وكمان في ازاي نضربوا لدنا ازاي اختاروا ازاي يكتبوا الكلام بشكل سليم او كتاب اكتر من رائع بصراحة هنا ازاي بنخليهم يقدروا يحفظوا مساحات فاضية في الكتاب للحفظ والكلمات مكتوبة يمشوا على النقط علشان يكتبوا الحروف بشكل سليم موضوع في منتهل سهولة وجميل جدا الكلمات الخاصة باليونت المختلفة ادي يونت ايت والكلمات الخاصة بيها يونت ناين والكلمات الخاصة بيها عمل لك سامري كده او ملخص للكلمات الخاصة بالوحدات تقدر ترجع لها في اي وقت وادي في ريفيو كمان او مراجعة على اليونت المختلفة في اسئلة كتيرة كمان على كل درس تقدر تحلها علشان خاطر تفهم الدرس بكل سهولة زي ما قلنا من شوية مساحات نكتب فيها الكلمات ونمشي على النقط علشان نكتب الحروف بشكل سليم الكتاب اكتر من رائع زي ما انا شايف قدامي اما تالت ابتدائي بقى فهي كانت مفاجأة بالنسبة لي هما جابوا لي كتاب اكتشف طبعا هما ما بينزلوش ديسكوفر بس بينزلوا اكتشف باللغة العربية زي ما قلنا للمدارس الحكومية والمدارس العربي فقادي اكتشف الترم التاني ومكتوب عليه مبادئ العلوم والدرسات الاجتماعية الترم التاني طبعا الكتاب جميل جدا ومنظم بشكل جميل الفصل الاول انماط التغيير الفصل التاني نظرة على الفلون القديمة الفصل التالت اصول علم الطب طبعا شرح مفصل للمنهج ومديلك امثالة كتير جدا على كل حاجة ومديلك كمان صور جميلة جدا تبسط لك المعلومة طبعا كتاب اكتشف الترم التاني او ديسكوفر بيكلمنا عن بعض الحاجات الخاصة بالتاريخ وخاصة ببلدنا وبتاريخ بلدنا الجميلة مصر عندنا هنا رمسيس التاني عندنا محمد علي باشا عندنا طبعا تمثال ابو الهول تمثال نجيب محفوظ تمثال نهضة مصر حاجات كتيرة جدا موجودة في الترم التاني جميلة وبيعرفنا عنها بعض المعلومات شرح لنا الدروس بمنتهى لسهولة طبعا كنت اتمنى ان هما يكونوا بينزلوا ديسكوفر بس هما بينزلوا اكتشف بس فهو الكتاب جميل جدا ووافي بصراحة وبيلخص لنا كمان الدرس وبيحطه في نقطة محددة علشان نقدر نلم المعلومة كلها وما يقعش مننا اي حاجة ده بالنسبة لاكتشف تلتة ابتدائي الترم التاني عشرين واحد وعشرين نروح بقى الربع ابتدائي طبعا الكتب الخاصة بربع ابتدائي اللي جات لنا النهاردة هي اللغة العربية الكتاب كتاب يعني اكتر من رائع بيجي كمان معاه ملحق للامتحانات والاجابات النموذجية الخاصة بيها الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا شارح كل حاجة وعمل حاجة جميلة جدا كمان هو بيدي لك ملخص الاساليب والتراكيب اللي اخدناها في السنين اللي فاتت علشان نقدر نراجع على كل حاجة اخدناها قبل كده لو نسينا حاجة نقدر نفتكرها بمنتهى سهولة فهو بيرجعلك على اللي فات علشان كمان نبني عليه اللي جاي فالموضوع ممتاز بصراحة بيدي لك تدريبات كتير جدا جدا جوا الكتاب تقدر تحلها علشان خاطر تثبت المعلومة هو اسلاح التلميذ مش محتاج ان احنا نقول عليه حاجة هو فعلا اكتر من رائع في اللغة العربية وكلنا عارفين ده يعني كل درس مسلا بيدي لك المعاني وبيدي لك الكلمات الخاصة بي ومضادها بيدي لك كمان اهم ما جاء بالدرس في صيغة سؤال وجواب مش هتحتاج اي مدرس خصوصي او اي مساعدة خارجية هو بصراحة اكتر من رائع في اللغة العربية زي ما احنا كلنا عارفين كتاب يعني فعلا ممتاز مش محتاج اي حاجة تانية معاه خالص علشان تبقى الاول في اللغة العربية كمان بييجي معاه ملحق الامتحانات زي ما قلنا من شوية ده الملحق ده بييجي معاه بيبقى فيه اسئلة كتيرة جدا وامتحانات وتلخيص كمان لكل حاجة ازاي تكتب برقية وازاي كمان تكتب موضوع تعبير ازاي تحل المتحانات الخاصة بالسنين اللي فاتت كلها والنموذج الاسترشادي بتاع الاجابات الخاصة بيها تقدر ترجع له في اي وقت في اخر الكتاب هو بصراحة كتاب ممتاز زي ما قلنا من شوية ونروح للتايم فور انجليش او منهج اللغة الانجليزية الخاص برابعة ابتدائي طبعا هما الكتاب بتاعهم شكله كتاب جميل جدا معاه ملحق كمان وكراسة مراجعة وامتحانات الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا اول حاجة بتبقى موجودة فيه الوحدات الخاصة بالكتاب هو بيبدأ طبعا من يونت 7 او من الوحدة السابعة وبينتهي بيونت 12 او الوحدة ال 12 في طبعا 2 ريفيوز او مراجعتين ريفيو 1 بعد يونت 9 و ريفيو 2 بعد يونت 12 الكتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا هو ملخص لنا المعلومات ميدينا قواعد الجرامر بشكل واضح هذه قواعد لغوية والجرامر طبعا this و that ومدينا كمان this و Zeus ال qr code او البرنامج بتاع سلاح التلميذ نقدر نشغله ونشوف ال qr code الخاص بالدرس كل درس موجود هنا كمان عادي الكتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا لو فيه اي صنج او فيه اي اغنية مكتوبة هنا ومدينا كمان تدريبات كتيرة جدا على كل حاجة بصراحة هو الجميل فيه كمان ان هو موضح بشكل مبسط جدا وجميل جدا بصراحة ما كنتش عارف ان هما بينزلوا منهج time for english بالشكل الجميل ده هو منهج جميل جدا بصراحة وشرحينه بشكل حلو جدا عندهم وادي طبعا ملخص الكلمات و remember او تذكر بعض الكلمات الموجودة في الوحدة بدينا هنا hungry جائع lets هيا ودعنا الكلمات الخاصة بالوحدة كلها مدهلنا بشكل جميل وطبعا ال language functions او الوظائف اللغوية الخاصة بالدرس ازاي مسلا نعمل دعوة ندى وحد لتناول الطعام والexamples الخاصة بالدرس كمان ازاي نقبل الدعوة او ازاي نرفضها هو الكتاب جميل جدا وملخص كل حاجة وطبعا مدينا ازاي نعمل محادثة او نعمل conversation في ال conversation time او في وقت المحادثة كتاب منتهل جمال ومنتهل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا بيجي معاه كمان زي ما قولنا الملحق وكرستة المراجعة والامتحانات دي فيها طبعا ملخص الكلمات الخاصة بكل الوحدات والله جميل جدا ومدي لها كمان الوظائف اللغوية والمحادثة في الاول بيلخص لك كل حاجة بحيث ان انت تقدر تراجع على طول قبل ما تبتدي في حل الاسئلة والامتحانات وبعدين بيدي لك في الاخر خالص الاسئلة في او في المراجعة الخاصة بالوحدات المختلفة وبيدي لك كمان في part two او في الجزء التاني او امتحانات وطبعا ادي الامتحانات كأنها كانك في امتحان حقيقي وطبعا في الاخر خالص بيدي لك الجزء الخاص بال listening texts او او القطعة الخاصة بالاستماع الخاصة بالامتحانات الخاصة بالمحافظات المختلفة السنين اللي فاتت محافظات كتير واسئلة كتير انتهى الجمال بصراحة زي ما احنا شايفين قدامنا ده كان ال time for english واخر حاجة معنا في سنة ربعة ابتدائي هي الدراسات الاجتماعية هما ما بينزلوش منهج اللغات هما بينزلوا منهج الحكومة والمنهج الخاص بالمدارس العربي طبعا الدراسات الاجتماعية في ربعة ابتدائي هنا شرحها بمنتهى السهولة بدي لك صور اضاحية مرسومة بشكل جميل جدا ازاي مثلا في الدرس الاول بنعمل الزراعة وترابية الحيوانات وصيد الاسماك بدي لك الموضوع ده بشكل جميل ومبسط والله الكتاب فعلا في منتهى الجمال بدي لك كمان هنا العوامل البشرية والعوامل الطبيعية اللي بتأثر في اي نشاط اقتصادي في البلد هناخده طبعا يا سنة ربعة في الترم التاني ده في منهج الدراسات الاجتماعية وطبعا مدي لك الخرايط مدي لك الموضوعات المختلفة بشرح مبسط تدريبات كتير جدا وزي ما قلنا من شوية تدريبات سلاح التلميس تدريبات كتيرة جدا هادي مثلا تدريبات على الوحدة الاولى هو كتاب في منتهى السهولة صراحة وفي منتهى الجمال في نفس الوقت شرح لك الحاجات الخاصة بالعناصر التاريخية واحداث من التاريخ الفرعوني وادي نظام الحكم في مصر القديمة وما ننساش طبعا ان الكتاب ده برضو بيدعم الكيو ار كود والتطبيق بتاع سلاح التلميس تقدر تنزله وتشوف الكيو ار كود بتاع كل درس وادي الامتحانات الخاصة بالمحافظات المختلفة في السنين اللي فاتت ولو اطلب منك مشروع بحسي ازاي تعمل مشروع بحسي للمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي بيديلك ازاي خطوات عمل المشروع البحسي في اخر كتاب الدرسات الاجتماعية فهو كتاب رائع بصراحة وما ننساش نقول ان فيه نمازج اجابة نموذجية خاصة بالامتحانات اللي قلنا عليها من شوية موجودة جوه الكتاب دي في الاخر خالص تقدر ترجع لها لو حابب تراجع الاجابات بتاعتك بكده نكون خلصنا سنة رابع ابتدائي نروح بعد كده على لسنة خمسة ابتدائي وسلاح التلميس تايم فور انجليش طبعا هو ده الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا برايماري فايف الصف الخامس الاجتدائي تيرم تو التيرم التاني طبعا دي النسخة المجانية هما بعد انهلنا علشان نعمل لها معاكم ونشوفها وانا طبعا اول حاجة في الكتاب بيوريلك ان المنهج بتاع التيرم التاني بيبدأ بيونت سيفن وبينتهي بيونت تولف زي ما قلنا من شوية في عندنا تو ريفيوز او مراجعتين واحدة بعد يونت ناين واحدة بعد يونت تولف ده منهج خمسة ابتدائي بقى مش رابع ابتدائي والمنهج جميل جدا دي الكلمات الخاصة بالدروس المختلفة زي ما احنا شايفين قدامنا فيه طبعا نمازج اسئلة على الرايتنج وازاي نعمل آآ وازاي نعمل رايتنج لاي موضوع هيتطلب مننا بشكل سليم خلاص احنا كبرنا بقى وازاي كمان نكتب الكلمات بشكل سليم طبعا في يونت ايت ات ذا سفاري بارك او في حديقة الحيوانات البرية طبعا مدي لك هنا اسئلة كتيرة مدي لك هنا اسئلة كتيرة اسماء الحيوانات بالصور بتاعتها الكتاب بصراحة اكتر من رائع زي ما احنا شايفين قدامنا مليان اسئلة وتدريبات ملخص الموضيع فيه جرامر طبعا موضح كمان الجرامر الخاص بكل درس كمان الفونكس تايم او وقت الصوتيات ازاي ننطق الكلمات بشكل سليم هو الكتاب بصراحة اكتر من رائع ده بالنسبة لتايم فور انجليش لسنة خمسة ابتدائي بيجي معاه الملحق ده الملحق ده اه طبعا هي كراسة المراجعة والامتحانات بتيجي مع نفس الكتاب مجانا فيها ملخص للكلمات الخاصة باليونتس المختلفة وفيها كمان يعني هنا مسلا بيقول لنا تصريفات الافعال بيوري لك الجرامر والمراجعة على المحادثة والوظائف اللغوية كل حاجة بيدها لك في الاول بيلخص لك المنهج في شكل ملخص جدا ادي جرامر ريفيجين او مراجعة على القواعد اللغوية بعد ما ناخد المراجعة نبتدي بقى نحل امتحانات عندنا هنا عندنا هنا في الكتاب ده امتحانات كتير قوي تقدر تحلها علشان تبقى من القوائل ان شاء الله وفي الاخر خالص فيه كمان عندنا جزء خاص بالليسنينج او بالاستماع وخاص بالادارات المختلفة في المحافظات المختلفة السنين اللي فاتت ده بالنسبة لتايم فور انجليش لسنة خمسة ابتدائي اخر حاجة تايم فور انجليش لسنة ستة ابتدائي نفس النظام الكتاب بيبدأ نفس النظام الكتاب بيبدأ بيولك حمل تطبيق سلاح التلميز علشان تقدر تشغل الكيو ار كود الخاص بكل درس طبعا هو بيبدأ بيونت سكس او بالواحدة الستة وبينتهي بيونت تن او الواحدة العشرة طبعا بالنسبة ليونت سكس اسمها The School Concert او حفل المدرسة الموسيقي طبعا بيكلمنا فيه عن الالات الموسيقية المختلفة وهنا موضح لنا الموضوع بشكل جميل قوي مترجم لنا الكلمات ومدينا كمان ملاحظات لغوية او language notes وكمان مدينا اسئلة كتيرة جدا على كل واحدة الاسئلة دي تخليك تقدر تفهم الدرس بشكل اكبر لما تحلها وتحفظ الدرس ويثبت في دماغك الكلمات طبعا مترجمة بشكل سليم مديلك الافعال الافعال العادية regular verbs regular verbs او الافعال الغير منتظمة الافعال الشازة بيدي لك التصريفات بتاعتها بيلخص لك الموضوع بشكل جميل جدا طبعا مش عايز انسى ان هو كمان بيدي لك نمازج امتحانات بعد كل يونت كده تقدر تحلها النموذج وتقدر تشوف نفسك هل يطرق انت تقدر تحل امتحان ولا لا ادلوقتي the animals escape او حيوانات الحديقة بتهرب والكلمات الخاصة بيه طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا لوظائف بتاعت الاشخاص الاماكن الverbs او الافعال كل حاجة موجودة هنا بشكل ملخص وجميل وطبعا زي ما قلنا بيدي لك في النص كده حاجة اسمها remember او تذكر يفكرك بالحاجات اللي اخدتها في الوحدات اللي قبل كده هو بصراحة كتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا وبيدي لك في الاخر نمازج اللي جابها الخاصة بالتدريبات الموجودة في الكتاب كلها تقدر ترجع لها في اي وقت موجودة هنا في part 2 او في الجزء التاني في اخر الكتاب وما ننساش بهي مع الكتاب ده الكراسة الخاصة بالمراجعة والامتحانات time for english طبعا دي الكراسة الخاصة بالمراجعة والامتحانات طبعا دي الك ملخص لكل حاجة جات في الكتاب الاساسي ابتداء من الكلمات الخاصة بالوحدات المختلفة تصريفات الافعال زي ما قلنا من شوية والمحادثات اللي جات في اليونتس المختلفة مراجعة على القواعد اللغوية grammar revision او مراجعة بتاعة الجرامر يعني وطبعا في الاخر بيدي لك بقى نمازج امتحانات كتير قوي تحلها مليانة choose طبعا ومليانة اسئلة كتيرة جدا فيها paragraphs او قطع لغوية تقدر تقرأها وتحل عليها اسئلة الكتاب ممتاز بصراحة في كل حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا في الاخر خالص الامتحانات الخاصة بالادارات التعليمية المختلفة طبعا سنة 6 تبتدائي دي شهادة فجيب لك امتحانات السنين اللي فاتت كلها تقدر ترجع لها وتحل لها كلها طبعا علشان تبقى من الاوائل ان شاء الله واخر جزء في الكتاب زي ما قلنا من شوية listening texts او القطع بتاعة الاستماع نقدر نشوفها ونقدر نحلها مع بعض بشكل سليم هي دي الكتب الخاصة بحلقة النهاردة كتب سلاح التلميذ من سنة اولى ابتدائي لسنة 6 ابتدائي اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو ده وتقدروا تشوفوا الكتب بشكل احسن عن قرب قبل ما تشتروها تشوفوا المحتوى بتاعها شكله عامل ازاي علشان تقرروا هتشتروا كتب ايه في الترم التاني ان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفاد او الف لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته